بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الله سبحانه وتعالى خلق الكثير من الخلق أنواع مختلفة الآن علوم الأحياء اكتشفوا علماء الأحياء لحد الآن أكثر من ستة ملايين نوع من الموجودات الحية في الكرة الأرضية الإنسان نوع من هذه الأنواع الست ملايين وهم يقولون أن الأنواع أكثر لكن هل مقدار إحنا لحد الآن مكتشفي ومصنفي الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن جميع مخلوقاته وكذلك الجن بالعقل الله حبى الإنسان بالعقل بقية الحيوانات الموجودات الحية الله خلقها وتفضل عليها وهيأ لها رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تتمتع في هذه الحياة الدنيا أيام ثم تنتهي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أيضا يحشرهم ليأخذ حق المظلوم من الظالم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في آية أخرى وإذا الوحوش حشرت لينتقم من الظالم من المظلوم أكو في الحديث الشريف إذا خروف له قرون ضرب بقرنه خروف ليس له قرون ظلما في يوم القيامة يقتص منه ثم يرجعهم ترابة كل الحيوانات ترجع إلى تراب تنتهي ولما الكفار يرون هذه الحالة يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة ميز الإنسان بالعقل مقتضى العقل أن الإنسان يكون مخير إذا هو مو مخير فلا فائدة في عقله إذا مجبور إذا مثل الجهاز مجبور يسير بطريقة خاصة شون الفائدة في هذا العقل اقتضاء العقل أن يكون مخيرا والتخير معنى أنه يكون أمام طريق الخير مفتوح وطريق الشر مفتوح الآية الشريفة تقول وهديناه النجدين يعني طريق الحق وطريق الباطل بينا له هذا طريق الحق هذا طريق الباطل بالعقل إن الإنسان يكتشف وبالواحي أيضا يكمل هذا العقل أكو أمور الإنسان بعقله يعلم قبحها أو حسنها كالظلم والعدل أكو أمور الإنسان بعقله لا يكتشف حسنها وقبحها يحتاج إلى علم العلم كان عن طريق الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء إذن الإنسان المخير طريق الخير أمامه وطريق الشر أمامه يختار طريق الخير لو يختار طريق الشر لازم دائما هاي حالة التخيير تكون موجودة هاي حالة التخيير هي الامتحان أنت مخير تختار طريق الصح من طريق الباطل دائما أمامك موجود هذا هو الامتحان لذا من اليوم الأول الله سبحانه وتعالى حينما خلق أول إنسان على هذه الأرض آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام اختبره أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هو نبي معصوم ما كان حرام علي أن يأكل من ذيك الشجرة ولا حتى مكروح بس كان الأفضل أن لا يأكل حسب ما يقول مشهور العلماء ترك الأولى أكو بعض الأمور محرام ولا حتى مكروحة بس الأحسن الإنسان لا يسويها فبالنسبة إلى آدم الأحسن حسب كلام المشهور أن لا يقرب هذه الشجرة من اليوم الأول الأول إنسان وهو نبي وحجة الله الله سبحانه وتعالى جعل الامتحان أمامه وبعد ذلك حتى أفضل الأنبياء الله سبحانه وتعالى يمتحنهم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما طبعا الأنبياء طبعا الأنبياء اختبارهم لأن درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة والرسالة فإبراهيم من اليوم الأول وهو في بابل كان نبيا وكان رسولا لكن الله اختبر باختبارات متعددة حتى يترقه أعظم تلك الاختبارات كان في أي وقت في وقت كان في أخير عمره رجل شايب عمره ما أدري تسعين سنة مئة سنة وما عنده أولاد أصلا زيان فالله سبحانه وتعالى رزقه بولد إسماعيل ولد وحيد عنده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك منام الأنبياء مو مثل منامنا إحنا منامنا قد تكون رؤية صادقة وقد تكون أضغاث أحلام الشيطان يلقي لذا المنام عندنا مو حج شرعا مو من الأدلة الشرعية المنام لأنه يمكن هذه من أضغاث أحلام إلقاء الشيطان بس الأنبياء منامهم حجة لأنه ما عندهم أضغاث أحلام الشيطان ما إلى سلطة عليهم فلما بلغ معه السعي فدرجال شبير عمره قريب المئة سنة الله رزقه فدولد وحيد استوى صاير عمره 14 سنة 15 سنة بلغ معه السعي يعني بدأ يقدر يشتغل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم يعني أسلم أمرهما لله فلما أسلم وتله للجبين نيما وجاب ستجين على رقبته وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية هذا أصعب امتحان نجح بهذا الامتحان وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني خرج ناجح من الامتحان قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذا واحد عابد صنم في حياته مرتكب معصية كذا كان مشرك بعدين آمن هذا لا ينال عهد الإمام لأنه كان ظالما إن الشرك لظلم عظيم فالله سبحانه وتعالى حتى إبراهيم إبراهيم في الأنبياء هو بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله من حيث الدرجة والأفضلية لأن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأئمة وفاطمة الزهراء من بعدهم إبراهيم يعني من الأنبياء بعد الرسول منه يكون إبراهيم هذا الله سبحانه وتعالى يختبر ويمتحن لترقية درجته فالامتحان دائما موجود حتى الرسول محمد الله سبحانه وتعالى ابتلا وامتحنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وامتحنهم بعدين الله سبحانه وتعالى جعل وسائل للامتحان وسائل للامتحان الشهوات وسيلة للامتحان المال وسيلة للامتحان الأولاد وسيلة للامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة يعني امتحان لأنها كلمة الفتنة بالأصل في اللغة العربية إلقاء الذهب في النار لأن الذهب المغشوش من غير المغشوش شلون يميزوا يلقوا بالنار فعن طريق التذويب خبث الأشياء اللي غاشين فيها الذهب هاي تنفصل عن الذهب فهاي الفتنة بالأساس إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني امتحان لك كثير من الناس يبيعون دينهم لأجل الحفاظ على أموالهم يبيعون دينهم لأجل الحفاظ على أولادهم امتحان فالله سبحانه وتعالى جعل وسائل الامتحان ومن الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لامتحان هذه الأمة وكذلك سائر الناس الرسول وأهل بيته امتحان واحد يقول لي أش أهل البيت دائما كانوا فيه مصائب زين الله سبحانه وتعالى كان يقدر بطريقة أخرى الله سبحانه وتعالى قدر لهم هكذا امتحانا لهم لرفع درجاتهم إن لك درجة لا تنالها إلا الشهادة وكذلك امتحان هذه الأمة لأنه بالرخاء ماكو امتحان إذا فلوس وأمان كل شيء على ما يرام ماكو امتحان الامتحان شو كد يصير والمشاكل الصعوبات فالله سبحانه وتعالى جعلهم امتحانا لهذه الأمة وأيضا رفعا لدرجاتهم لأن كل ما ظلم يجري عليهم الله سبحانه وتعالى يعوضهم يرفع درجاتهم الرسول كان امتحانا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امتحان لهذه الأمة وأكثر الأمة هم سقطوا في هذا الامتحان كل فد واحد من النواصب اعترض قال شنو تقولون انتو علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار قال لزيان انتو مو في كتبكم الصحيحة عدكم مثل صحيح مسلم عدكم ترون أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهذا الرسول قال له وما يقدر ينكره لأنه بعد في صحاح موجود قال إيه قال زين هو هذا معنى قسيم الجنة والنار اللي يحبه مؤمن وينما كان المؤمن الجنة اللي يبغضه منافق وينما كان المنافق بالنار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فأمير المؤمنين كان امتحان لهذه الأمة ليش هو الساقي على الحوض لأنه يعرفهم يعرف المنافق من المؤمن يكون في حديث حتى هم ويرووا في صحاحهم مثل البخاري موجود أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا فرطكم على الحوض يعني سابقكم على الحوض زين إذا أقوام يجون من أصحابي إذا أقوام يجون فيحلؤون عن الحوض يحلؤون يعني يطردون فأقول يا رب أصحابي وفي حديث آخر أصيحابي فألا أصحابي فإذا رجل يخرج بيني وبينهم ويقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك هو هذا الرجل منه هو رجل مو ملائكة أكو واحد غير علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم القهقرة فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعام يعني قليل جدا أكو أحيانا بعض الناس مؤمنين يصلي يصوم كذا صادق في نية مو كاذب لكن عندما يجي الامتحان يسقط بالامتحان فسا مو عندنا جماعة أيام صدام مؤمنين مجاهدين كذا بس ما وصل للسلطة قام يبوق أموال الشعب امتحان سقط في امتحان المال سقط في امتحان السلطة وأكو ناس لا ما سقطوا بقوا ثابتين على ما كانوا عليه لكن دائما اللي يبقى ثابت قليل ليش لأن الإنسان يحتاج يروض نفسه يربي نفسه أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول ولكنها نفسي أروضها بالتقوى على كل حال أمير المؤمن امتحان الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام امتحان وسقط في ذلك الامتحان الكثيرون معاوية يدزلهم فلوس من أموال المسلمين اللي لازم يوزعها على المسلمين قام يشتري بيها الذمم ويخذلون الإمام الحسن يتركوه واحد منهم ابن عم عبيد الله ابن العباس هذا كان والي من قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على اليمن فمعاوية دز جماع عصابة بقيادة بصر برأرطات إغارة على اليمن وان كان يريد يسبب أنه يصير اضطراب في حكومة أمير المؤمنين فكان يدز غارات يعني جماع عصابة يهجمون على منطقة يقتلون كذا ويشردون حتى يصير شنو حالة من عدم الأمان مثل الآن وهاي التفجيرات هاي التفجيرات شنو غرضهم منها يزلزل الوضع هاي امتداد إلى سياسة معاوية نفس الأسلوب اتخذها معاوية حتى ذاك الزمان ما كانت تفجيرات يدزل مجموعة عشرة خمسة عشر عشرين للنقطة الحدودية يهجمون يقتلون كم واحد كذا ينهبون يشردون يرجعون فمن جملة أرسل بصر ابن أرطات جيش مصغر عصابة إلى اليمن فقتلوا في اليمن عشرين ألف واحد وحرقوا مجموعة منهم ومن ذول اللي قتلوهم كان صبيان ابنان لعبيد الله ابن العباس حتى أمهم لما انشافت جنازتهم مذبوحين كذا انجنت تتخبلت فقدت عقلها وأنشلت قصيدة في رثائهما معروفة يا من أحس بابني بابني الذين هما إلى آخر القصيدة سجن هذا عبيد الله ابن عباس ملتشوم من معاوية أبناء مذبوحين كذا الإمام الحسن جعله على جيش معاوية دزد فلوس أخذ الفلوس وخذل الإمام الحسن شرد باقي الفلوس وراحة وكذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين امتحان لهذه الأمة الإمام الحسين هو في مسيرة إلى كربلاء قال كلمة فبمن يمتحن الله هذه الأمة الله يريد يمتحنهم ناس بأعداد كبيرة دزوا رسال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والأم من الوضع إنقلاب وكذا وابن زياد إجاب ببطشه وقتله وكذا ما لنا والدخول بين الصلاطين وشرده وحتى بعضهم صاروا ضمن الجيش اللي يقاتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعني هو كاتب رسالة الإمام الحسين تعال الآن لو ضاع انقلبت اتغيرت صار ضمن قتلة الإمام الحسين وناس أيضا الإمام التقى بهم في طريق كربلاء ودعاهم ناس كتب لهم رسائل الإمام الحسين كتب رسائل إلى البصرة إلى أماكن أخرى إلى الكوفة إلى ناس يدعوهم إلى نصرته وصلت الرسالة والأكثر خذل قل قليل ثبت في الامتحان احنا نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هذا الكلام صحيح لولا أقلقت لسان عرفت واحد هو قل لي هو شخصيا قل لي هو قارئ يقول آني شق سابقا دائما جدت أقول هاي الكليشة المعروفة اللي الخطباء والرواديد والقراء يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما يقول لي ليس قضية مفصلة يقول آني شفت في المنام يوم عاشرة وآني في أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقتل الأصحاب كما نقرأ في المقاتل يقول بقيت أنا والإمام الحسين الإمام الحسين قال قاتل دوننا قلت له لا ومرة ثانية قال قاتل دوننا قلت له لا ومرة ثالثة قلت له لا في الزيت من النوم قلت الحمد لله اللي كان طيف والحمد لله اللي آني مات في ذلك الزمان لأنه من سمع واعيتنا فلم يجبنا أكبه الله على من خريه في نار جهن يقول بعديا تركت هذه الكلمة لأنه أدري كاذبة تركتها وصدق لو مو صدق إذا نريد نشوف صدق لو مو صدق كل واحد يختبر نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة إذا أموال يتيم إجت بيدة ومحد ما يدري زيان إلا الله سبحانه وتعالى وأموال كبيرة بس الأموال الصغيرة الناس يقولون ما يسوى تروح نار جهنم على الموت شم فلس بس أموال الكبيرة ومحد يدري لا فضيحة دنيوية أقول لا أحد يطالبك لا أحد كذا لا أحد كذا راح تصمد أمام الشيطان لو لا إذا تجار بيها حرام زيان بيها أرباح تصمد لو ما تصمد لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا المسروع ما أدري شايفي له لا يريد يقوم يوغا هذا المرابي يريد يخرج من الربا بعض الأحيان يستمع على موعظة آية مجلس كذا يريد يطلع من المعصية أعمل مثل ما أعمل صدا أظلمهم مثل ما ذاك ظلم إذاك كان شوي بطش كثير عنده هل أنا كذلك لا لا هاي امتحان أختبر نفسي في الشدة وفي الصعوبة هنا يثبين الصادق من الكاذب مو أنه احنا ندعي احنا نحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إخوة نحبه بس على طريقة لو لا يقول واحد يجي وافد من مدن من مدينة من مدن إيران يمكن من قوم إلى سامرة يردون يلتقون بالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول يجوا زين هذا اللي يم الباب الخادم كله لقول للإمام علي ابن محمد الهادي عليه الصلاة والسلام أنه مجموعة من شيعتك من المدينة الفلانية جايين لزيارتك فالإمام ما استقبلهم اليوم الثاني راحة واليوم الثالث راحة والرابع والخامس والعاشر والشهر وشهريا كل يوم يرحون والإمام ما يستقبلهم بيّن أنهم مؤمنين كانوا مرة مرتين واحد يروح بعدين يزعل بعد ما يروح شهريا كل يوم يرحون اليوم الأخير بعد يردون يرجعون فقالوا للخادم قول لإمام الرضا أنه مجموعة من محبيك للإمام الهادي مجموعة من المحبين جايين وبايتر دا نسافر بعد إذا الآن ما سمح لنا بعد خلاص بعد إحنا دا نرجع فالإمام أذن لهم قلوا لإحنا شهر كل يوم شهريا كل يوم نطلب الزيارة ترفض هاليوم قبلت ليش قال هان شهريا أنتوا تقولون أحنا من شيعتك أنتوا مو من شيعتنا الشيعي يعني التابع وإن من شيعته لإبراهيم الشيعي يعني التابع عندما نقول شيعة أهل البيت شيعة علي يعني تابع لأهل البيت الأشياء يعني الأتباع أنتوا أتباع في كل شيء مو في كل شيء أتباع أتكم زايدة ناقصة حسها اليوم قلتوا إحنا محبين إيه صادقين أنتوا في هذا الكلام يتحبونه فلذا استقبلناكم يعني الإمام يريد يأدبهم يريد يعلمهم هذه طريقة في التعليم وإلا الإمام ما يرفض أحد لكن يريد يعلمهم يريد يوصيهم على تقوى الله سبحانه وتعالى فإذ مرة كلام فإذ مرة يحس بأنه لا الإمام ينزعج من معصية الإنسان عندما يرتكب معصية المعصية العمل أو طاعة يعمل بطاعة هذه تعرض على الرسول وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام المأمونون من الله سبحانه وتعالى لأنه يوم القيامة يشهدون واحد ما يدري يشهد هذه شهادة زورة تصير فلازم يكون يدري حتى يشهد وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس إذا هو ما يدري شلون يشهد فالله سبحانه وتعالى يطلعهم على كل أعمالنا يوم القيامة يشهدون علينا وعلى غيرنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مطلع على أعمالنا إن زياً لو موزياً فإذن الإنسان يشوف أنه هو في امتحان والامتحان مستمر مو مرة نجح في امتحان وخلاص انتهى لا الآية الشريفة تقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون زيان ذاك الامتحان في زمان الرسول شان بغزوة كل سنة مرة أو مرتين أكو غزوة أو سرية تروح للغزوة والسرية يمكن تنقتل وذول المجاهدين الله يجازيهم خير عندما يروح إلى ساحة الجهاد خموم مزاح هناك يمكن يروح يوم الثاني جنازة ترجع أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون الامتحان مستمر إلى اللحظة الأخيرة هناك واحد في بني إسرائيل برصيصيا العابد هذا عابد مستجاب الدعوة في صومعة يعبد كان عندهم ترهب في زمان بني إسرائيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الراهب شنو يروح في صحراء أو على جبل يبني إلى صومعة لا يتزوج لا عنده أولاد كذا مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى لكن هو إنسان وعنده شهوة هذا برصيصيا العابد مستجاب الدعوة بنت مجنونة في عقلها مس أهلها جابوها يمها حتى يدعوا أن الله سبحانه وتعالى يشافيها خلوها يمها ورجعوا زين في صومعة هو وهي من الأحكام الشرعية أنه تحرم الخلوة بالأجنبية إذا دار بيت بي رجل ومرأة ليست محرم له زوجة أخوه مثلا بتعمى هذه الدار الباب مسدود ما حد يقدر يطوه بيطلع محرام الخلوة بالأجنبية لأن في الحديث الشيطان يكون ثالثهم هذه مسألة هواين من الناس ما يراعوها يقول عاني مطمئنة بنفسي أنت مطمئنة بنفسك بس الشيطان هم قوي لازم تسد ثغرات الشيطان على نفسك قال لو لواحد من العلماء الأدقياء إذا أنت وفد ابنية جميلة يحبسوك في غرفة شا تسوي قال ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى مو مزاح الشيطان قوي ولو كيد الشيطان ضعيف بس الإنسان لأنه عنده شهوة يضعف أمام كيد الشيطان على كل حال هذا العابد المستجاب الدعوة فجر بها بعدين التفت مثل شنو يقول يقول ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لأن الإنسان عندما تغلبه الشهوات العقل يتعطل إلا المتقين يمروض نفسه بعدين يلتفت يشوف مشكلة فضيحة كذا الشيطان تمثلها قال تخلص منها حتى الفضيحة لا تنتشر لا تصير فضيحة فقتلها ودفنها يوم الثاني أهلها إجوا وينها؟ ما أدري الآن أصلي وهي طلعت ما أدري الشيطان دلاهم أنها هنا مدفونا فحفروا المكان وجدوا البنت مقتولة اشتكوا عند الحاكم الحاكم بعد ثبوت الجرم عليه أمر بصلبه فعلقوا إعدام في لحظة الاحتضار جاءه الشيطان قال لها تريد أخلصك قال إيه خلصني قال اسجد لي قال لها زين أنا معلق شلون أسجد لك قال بالإشارة بالإيماء وإحنا عدنا من الأحكام الشرعية إذا واحد ما يقدر يركع ما يقدر يسجد شلون ركوعه وسجوده بالإيماء الشيطان قال لها بالإيماء اسجد لي فسجد للشيطان بالإيماء بعدين مات مات كافرا قاتلا زانيا وكل عبادته حباء منثورة صارت الآية كمثل الشيطان نازل فيه حول هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الشيطان يخاف من الله أما أخاف من الله إحنا نجحنا فيه امتحان فيه امتحان ثاني فيه امتحان ثالث هذا مو معنى خلاص لا الامتحان مستمر إلى اللحظة الأخيرة إلى اللحظة الأخيرة الامتحان مستمر فالإنسان لازم دائما يكون منتبه يتمسك بأهل البيت ويخلص العمل لهم ويتق الله سبحانه وتعالى لأن الأئمة عبيد لله يشفعون للمؤمنين بس الشفاعة إذا الله أذن لهم تقول فلله الشفاعة جميعا حول الملائكة الله يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني إذا الله رضى من واحد يجون يشفعوا له مو قوترة هي الشفاعة واحد يتمسك بهم الآن شهر محرم قادم هذا امتحان جديد أيضا واحد يتمسك عمله يكون عمل صالح الشعائر يقيمها بالنحو الذي يرضي الأئمة عليهم الصلاة والسلام معليه بفلان فلان شنو يقول لا ما دام العلماء الربانيون ذكروا لك هذه الشعائر فعملها لا عليك بفلان وفلان وضمن الموازين الشرعية واحد ليتعدى الحدود الشرعية لا سمح الله يقول واحد رايح بالمسجد واحد هو قال لي قال لي رحت للمسجد شفت اثنين قاعدين في صف الجماعة منتظرين يعني جاي للمسجد وهو منتظر للعبادة وده يتكلمون على فلان يغتابوا واحد آخر قال لي أنه رايح إلى زيارة الإمام الحسين شفت اثنين دا يتكلمون قدامي دا يتكلمون اسكتاب الزيارة بيدهم قبر الإمام الحسين أمامهم ويتكلمون على فلان وفلان بغيبة يغتابون فلان وفلان زين هاي طاعة ومعصية يمكن الطاعة تذهب بالمعصية يمكن بالعكس حبط العمل يصير لبعض الأحيان المعاصي تسبب أن الطاعات أثرها ينتهي وأحيانا بالعكس إذا واحد تاب الله سبحانه وتعالى يخفر له وإذا واحد عمله صالحا ثم عمله معصية يمكن تبطل عمله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنة والأذى الصدقة مقبولة يعني إلها قابلية القبول بس إذا من عليه وأذى بطله خلص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فعلى كل حال هذا الامتحان امتحان الإمام الحسين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مستمر لأن الله أراد هذا الامتحان إحنا نحاول أنه ننجح في الامتحان وإذا لا سمح الله مرة زلت قدمنا قدمنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا أحيانا الإنسان شايف أكوى ضغط عالية ليرتكب الحرام يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل امتحاننا في قضية الإمام الحسين امتحانا يرفع درجاتنا بنجاحنا في الامتحان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس بأعبق البركات